طوارئ الافاعي هذا ما يطلق على هذا الشاب الفلسطيني جمال العمواسي مربي ومرود الافاعي المعروف في مدينة رمالة بالضفة الغربية بقدرته على التعامل مع الافاعي واصطيادها فتعلم طريقة التعامل مع الافاعي دون خوف بلشت معي هواية كنت وانا صغير احب امسك الحياة وربيها بس تاري ما كانش ان امكانية الواحد يقدر يجيب بربي اصلاة من برها فصرت اجيب واربي انواع كثيرة من الافاعي منتشرة في فلسطين بعضها سام جدا يمكن ان يقتل الانسان بمجرد لدغة في غضون دقائق وهو ما دفعه الى مساعدة اناس تعرضوا للدغات الافاعي من خلال معرفة انواع الامصال المضادة لسمها انا ستتركهم للي بده اي مساعدة وكثير الناس برنه علي حياة سمات بمسكوا حياة بيشوفوا حية بيكتلوا حية بنكرس من حية حتى العكاري برضو نفس الاشيء يعني حدا بنكرس برنه علي بكل كرسة اقرب بنتي شو رايك اخذها على المستشفى ما اخذها اياشي فهو يربي مئة افعى منها ما يزيد طولها على ستة امتار كالاناكوندا والافعى لأسيوية المشبكة ويتكبد جمال الكثير من المخاسر المادية لاطعامها وتربيتها وسط ظروف ملائمة لبيئتها الاصلية حتى لا تموت فيه ناس وعدوني وحكوا ومنشوفوا ايشي بس كله حكي يعني ما حدا مش يعني ايشي على ارض الواقع فعل ولا حدا دائم ولا حدا سائل يعني علي حوالي خمسين الف دلوع للبنوك لا تقتصر هذه المجازفة على تربية الافاعي وسط يادها بل يتطوع هذا الشاب لتحذير المواطنين من مخاطرها حتى لا يكون عرضة للخطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو توضيحية حتى ابنته التي لا تتجاوز الاربع سنوات تستحوذ انتباه الجميع وتداعبها دون خوف تتواجد هنا افاع قادرة على قتل انسان في غضون دقائق فيؤمن هذا الشاب ان الافاعي يجب ان لا تقتل لانها مفيدة للانسان والطبيعة وتحافظ على التوازن البيئي ضيح الشياء الغدو العربي بيتونيا